موسيقى وسدد بيسرى قل ما يفعل ذلك لكن الملعب يقول لك هات ما عندك يا لويز هات ما لديك يا لويز ويفعلها لويز مارتين بيسرى الله قوية في الزاوية اليوسرى فعد ذلك وصلت عن طريق المواس أمامية لكن برابه محمد موسى بهذه الكرة تصل إلى أحمد ياسر عند الكرة سلطان البريك نقلات موجودة خالد محمد في وسط الملعب حلو الولد حلو الولد هذا تصل إلى منتاري منتاري بعد ذلك في الجاتي اليمنى عبدالله عبدالسلام رامين رامين إلى المعز المعز عند الكرة يبحث تصل إلى دودو دودو في الجاتي اليمنى عرضية الله 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 بوجود رامين وعرضيات رامين تحتاج إلى لاعب يجيد الكرات الهوائية حدث ما قلت وخليني أقول قلت ولما قلت هذا اللي قلت صار على راسك يا بنتاري الدلال الدلال جاكم اللي يرفع صح اللي كروس متحركة في الكرات الثابتة مراد بن يطو بريتو من سيسدد بن يطو الله 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 يا بن يطو هذا وين هذا وين يا بابا حتى بالإعادة لم نشاهدها حتى بالإعادة لم نشاهدها هي بنفس السرعة الكاميرا عاجزة أن تبط هذه السرعة المذهلة للكرة من بن يطو أوه 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 على اليمينية القذيفة رامي التماث حاضرة لمصلحة نادي الوكرة تنفذ سريعا يعود لجوم الوكرة عمر عمر بلمسة تعود في الجبهة اليوم الله على المرور إسايس ينقل كورة بينية مقطوعة تعود مجددا عمر علي خالد منير يستلام على التعيير إلى أحمد معين أحمد إلى خالد منير في الجبهة اليسرى خالد 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 يحافظ على كرة خالد منير على شكل سرعة إلى محمد بن يطو بن يطو إن كان بن يطو من سيرعب على من سيسجل أنا الله على الاستقبال والتوران المرور ثم القرار بتسديد في الشباك بابا مالك الثاني للنو هذه المرة لم يتأخر الهدف الثاني للوكرة لم يتأخر الوقت المحتسب والمقدر بدل الضايع ركنية تنفذ لكنها تبعد تعود مجددا في الجاتة اليسرى فهد شفين يرسل كرة حالية لصالح النادي العربي خروج من بابا مالك والكرة تبعد ما زالت في وسط ملعب المباراة العربي يضغط العربي يستحوذ العربي يسيطر العربي يريد هدف نو المغردات الكرة العرضية الله يسجل العزيز عن طريق عبد العزيز يسجل العربي في هذه الكرة رأسية من اسفنسيا سوريا وبعد ذلك لعبد العزيز الأنصاري الذي يضع النادي العربي في المقدمة في هذه اللحظات واحد صفر قبل نهاية الشوف الأول واحد صفر هكذا أراد النادي العربي قبل نهاية من لاعبه عمل أكبر الكرة تبعد أحمد فتحي يمرر عبدالله معرفين في الجاتي اليمين العرضية مهردات كرة هذا الغدف سجل في أيام زمان للعربوية فقط للعربوية فقط الله على الكنترول الله على الكنترول والله على الوضع هذا بالتصار أول في الدوري بخاذق الطريقة بخاذق الروح بخاذق 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 نبيل يحاول المرور صراع مغربي تونسي عبر الطرف الوانتو حاضر الأهلي لاعبو يتحركون بدون كرة لعبة عكسية وبعدت المرمى خالي والإبعاد يأتي من إسماعيل إبراهيم ما زال الصراع في منطقة الجزاء التعويض قد يأتي من جاسب تدرك الكرة تزديد من أميد كتالية حاضرة لزهار يسدد الله ابن المغربي يسدد شوف لعادة تبدأ من أميد تعود لزهار حبا ينجح في التقدم لمصلحة الأهلي العميد يسجل أول أهداف المباراة اصطدمت الكرة أجيمي ولاعبي لا يجدح حتى الآن على الداحية الهجومية لا يظهرون بشكل أمثل لا يقوم بالضغط اللازم خوف القاموا بالضغط اللازم تترك مساحات من خلف مع سرعة نبيل إزهار هلان بيريز عبد الرشيد إبراهيم وحازم أحمد في المساحات وروز بيششم ششمي للأمام شاني لوري أقوى في الصراعات الهوائية بكل تأكيد شاني لوري الأرقام هي من تعطي ذلك هي السلام على نقلات الأهلاوية عبد الرشيد إبراهيم يصل التمريرة لزهر يشوت الله يا ابن المغرب صدت لدينا في القائم الأيمن وبعد ذلك سكنت الشباب هنا لدينا خورة العرب لكنهم عادت في اللحظة الأشيرة عادت مرة أخرى لجليربي الهيدوس وبيدر وعبد الكريم حسن وهاشم علي هذا الرباعي يعد يجري عمليات الإحباب أخرى في الجهة اليمنى تصل الآن على طريق ياكو الله ركلة جزاء نعم ركلة جزاء تحتسب لمصلحة نادي السن بعد أن أعيق أن أعيق أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء هذه هي اللقطة هذه هي الكورة وهنا لدينا شوف ما أعتقد يا جماعة لا 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 لذلك الأهداف الكورة التي تأتي جور الله نذلك سأتي كزور بقوة في الجات اليمنى ذهب معها سيحقق المهم في هذه المباراة وهي النقاط الثلاث بل إنه الهدف الثالث نعم 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 حسن الهيدوس بهذه الطريقة بهذه الكورة يضح عرضية لكن بابا مالك هو من يسكن الكورة من يسكن الكورة في مرمى فريقة بهذه الطريقة لعبين مع اللعبين الموجودين الحاليين يدخلوا معاهم عشان ما يستهلكوش وعشان نكتشف لعبين إن شاء الله يبقى إضافة في كأس العالم مع الجيل الجميل لألفين وتسعتاشر اللي لسه موجود زي ما هو ومعظمهم صغيرين يكونوا حضرين في كأس العالم يسيل إبراهيم بس عميق جميل إلى بولي أول مرة يقربوا كده أول مرة سلام يا سلام ضربة جزاء ضربة جزاء لصالح الريان عمر يحيى في اللحظة الأخيرة رجليه رجليه بتتلاحم وتتلامس مع اللاعب نايف الحضرمي وضرب مالك قال لهم خلاص معانا الفار معانا الفار معانا الفار معانا الفار فيه تلاحم فيه تلاحم فيه تلامس رجل اليمين خدت الرجل الشمال لنايف بص رجل أم صلال ياسين إبراهيمي وبابا مالك ياسين 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 ولكن ولكن لا سين ولا صاد ولا ضاد ولا عين بل بابا هو البابا البابا هو البابا بابا مالك يتصدى وببراعة كانت بسيطة وسهلة ووضحة جدا يا ياسين لا عمل خدعة ولا عمل أي أي شيء يبين له أنه ممكن يلعب للزاوية المعاكسة واضح أن بابا مالك رايح بدري هل في حاجة حصلت الظار بيكلم الحكم هل في مشكلة هل في مشكلة الظار بيتكلم مع حكم اللقاء محمد المزيد هل هناك المزيد لأنه خرج من على الخط برجلين لتنين قبل ما الكرة تتحرك خرج بقدي إيه بحوالي خمسة سنتي بحوالي خمسة سنتي قالوا نوذكر أم بابا مالك لا رايون آخر مش معقول مش معقول الظار الظار يصدق على إعادة اللعبة من جديد بابا مالك راح على اليمين والكرة راحت على المين فعلا ولكن سرعتها وقوتها كانت أعلى من مستوى حركته ورشقته نورانس بلحسيني إلى إسماعيل محمود مجددا يملك كرة إلى بلحسيني عبد النور تقطع من أمامه استرد إلى نذير بن حاج لمصرحة السرية يلعب في المساحة ممتازة نذير لكن التحرك كان متأخر من عبد القادر إلياس يضغط على روزبة روزبة المدافع اللي يملك كرة الآن روزبة يأخذها مننا إمهند عبد القادر إلياس إلى تسديدة تياغو الله هنا روزبة يخطئ في المرة الأولى في الثانية السلام يا مهند السلام يا مهند يا علي هو من يقاتل يسترد إلى إلياس والله إلياس على السمرير والأروع هي التسديدة والنهاية السعيدة أوه يا تياغو قوية قوية في أقصى الزاوية اليسرى صعبة على سامي صعبة صعبة أفضل نهاية وأفضل إنهاء من تياغو في شباكي أم صلال عودة سريعة للشواهيم جواء المواجهة في الدقائق العشر الأول يقدم أداعاً جيداً الأنهيكتور هذا أحمد على الجزاء الله الله شوف الأحمد شلون مر شوف أحمد شلون مر في لغطة يوعاني عليك بالعقب مر بالعقل موح بالعقل خطف بالعقل وود دائماً عبد النور في مكان وذهب هو إلى مكان آخر ليأتي بعد ذلك أمام مالك مندفع ويرتكي بالخطف ويتحصل الغرافة على ركلة جزاء لكن الله على على الله 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 على ما يقدمه وفي لغطة الماضية طيق من راحيسة طيق شاري من راحيسة موعة سفيان الآن سفيان بركلة جزاء أخرى أمامنا عادة كريم قد يسدد من هذا المكان كريم لكن التسديد تسدد في أركومة تعود مرة أخرى في الجاتي اليمين نقلات التمريرات المصدال عاجز عن أفعل شيء من خلال أول 11 دقيقة كل شيء لدحيل إلا الوصول إلى الشباك واقتربوا أكثر من أي وقت يا الله هذه المرة عن طريق دودو هذه هي التمريرة وهذا هو التحرك وهذا هو الصروف الذي لم يتمكن بابا مالك أن يحرك من خلاله ساكنا كيف له أن يبعد ذلك ضربة زاوية لمصلحة نادي قطر أو كرة خطأ عفوة لمصلحة نادي قطر تشوف اللعبة اللي حضر فيها الاحتكاك ما بين محمد سالم ورسبي ما بين محمد سالم ورسبي آخر فرصة آخر كرة هل تعبر هل تعبر في أرضية الملعب هل تعبر في أرضية الملعب هل يصل بيها نادي قطر هل يصل بيها نادي قطر إلى هدف تقدم نعم ليضع بيهو فيها عودة لتقنية الفار فيها عودة لتقنية الفار يعني فيها كلام آخر يعني فيها كلام آخر يعني فيها قرار شوف اللعبة روز بيم هذا الاحتكاك روز بيم مع محمد سالم هل هناك رقل جزام هل كان هناك ضرب المرفق من روز بيم على محمد سالم القرار الأخير يعود للحكم يوسف يعقوب الشرشني القرار الأخير يعود للحكم يوسف يعقوب الشرشني هل هناك علامة جزام هل هناك تبديل الأمور هل هناك تغيير الأحوال من حال إلى حال هل تبدل المباراة وتغير فيهم في دقائق الأخيرة هل الثواني الأخيرة هل تعطي رقل جزام ما هو القرار ما هو القرار رقل جزام جزالي نادي قطر نعم رقل جزالي نادي قطر روز بيم يحتج روز بيم يحتج روز بيم يحتج وتقنية الفار تحتسب رقل جزالي نادي قطر يوسف الشرشنيم يقولهم هناك ضرب المرفق هناك ضرب المرفق يقولهم في وجه اللاعب محمد سالم ندخل للمئة دقيقة يوسف لبلايل الآن الملك القطراوي يريد أن يخطف ثلاثة نقاط في آخر الثواني في آخر الدقائق سبعة منها كانت من ركل الجزام الهدف رقم 13 وثلاثة نقاط لبلايل يحط يوسف لبلايل في سقف المرمى ويعلن على الوصول لأول أهداف الملك نعم يعلن على الوصول كرة الماضية الكرة بتعود يصالح ناد الأهلي الأهلي بدأ يستفيق الأهلي بدأ يستفيق في شوت المباراة الثاني محاولة خطيرة 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 هدف يقصفر شوف شوف الإعادة شوف الإعادة شوف الإعادة عبد الرشيد وحازم عبد الرشيد وحازم ويا السارية تباغت وتغالط العبرز في شوت المباراة الأول بابا مالك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا شوط المباراة الثاني حازم هو البابا شوف المحاولة شوف المحاولة من عمر يحيا وبينتشروا كتير ومش أناني أبدا تعود من جديد ضاعت راحت يوسف عبد الرزاق هذه الهجوم السريع الهجوم السريع رايحوس عبد الرزاق أيمن عبد النور عمل ديلي برافو أيمن حرم بغداد أنه يكمل الهجمة اتأخرت بصوا اللون الأسود نين أربعة ستة تمانية لابسين أسود رجعوا خلاص رجعوا تمانية تمانية رجعوا تمانية رجعوا ودى العرضية العرضية ولا تمانية الـ 75 في تاريخ بطولات الزعيم في عام الـ 52 أي بطولات تجمحها يا زعيم في 52 سنة جمع 75 بطولة الزعيم مع حدا يطولة نعم العمر العقلي أكبر من توريس كازورلا أقصى اليسار أكرم عفيف أكرم عفيف عنده حلول كتير مش ممكن مش ممكن مش ممكن لعبة السد عندهم حلول غير طبعية غير طبعية لا تلمني لا تلمني لا تلمني يوسف بطولة الدوري رقم خمسة عشر أحقية السد باللقب رقم خمسة وسبعين يا سلام يا يوسف على التوقيت شب عظيم يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد روعة روعة يا زعيم مثالي يا زعيم نعم الزعيم الزعيم خارق للعادة الزعيم مصدر السعادة يقدم لجماهيره لوحة فنية وتبلوه فني رائع جديد من نمازج الزعيم التي قدمها نعود من تاني هيسجل ولا ايه مصعب خضر فكر في لحظتها ما فكرش في اللي بعدها الهجوم المعاكس دقيقتين وقت بدل ضايع لحظات ويزدل السطار على لحظات التتويج من أجل تتويج نادي السد لحظات الفوز باللقب الخمس عشر نعم طايهي التالت ولا ايه التالت ولا ايه التالت ولا ايه عملها تباتة عملها تلاتة ويأبى تباتة الا ان يجعل اللقاء بالتلاتة تات 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 يا روعت تباتة يصعد الى المدرقات رقب المايسترو تشافي هذه اللقطة الجميلة لتشافي يصعد الى المدرقات النجم الكبير تباتة يا هدوء يا بسطة يا روعتة يا جماله يا جماله بشماله تباتة حط هالو الزعيم خارق للعادة الزعيم مصدر السعادة الدرع أمامكم وجمهور دائما خلفكم البطولة الـ 75 في العمر الـ 52 آن الساكو داخل المنطقة سقوط ركلة جزاء ثانية في اللقاء لكن هذه المرة للخريطيات إسماعيل إبراهيم أمام السياف الكري سياف اللي قبل قليل كان خارج الملعب يتلقى العلاج هو الآمن يتسبب في ركلة الجزاء شوف هنا أخذها من إسماعيل إسماعيل أخطأ في فقدانا للكرة ثم أراد أن يعالج هذا الخطأ باسترداد الكرة لكنه عالجه بخطأ آخر بخطأ أكبر منه ربما بالتسبب في ركلة الجزاء قريب قريب تماما من اللعب أمام رشيد دايبركنين رشيد بابا رشيد الله من الأبرز للخريطيات في الوصول إلى شباك المنافسي من نقطة الجزاء يضع الخريطيات في مقدمة أجواء هذا اللقاء بتسجين لأول الأداء الكرة في زاوية بابا مالك في زاوية أخرى وأول أهداف عية مثالية الآن يسير بها المباراة نادي الخريطيات مع اقتراب نهايات الشوط الأول حمد منصور عرضية داخل المنطقة الخطيرة رشيد الله 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 في وقت قاتل لشوط المباراة الأول الخريطيات يعزز الهدف بآخر يعزز الهدف بآخر رشيد يا رشيد رشيد يا رشيد كلمة السر الأولى كلمة السر الأخيرة الاسم الفعال الأبرز على المستوى الهجومي للصواعق الله العرضية رائعة يا حمد منصور هكذا تلعب العرضيات على القائمة الثاني ورشيد الله الله على الانتقاء التوجيه الدقة في توجيه الكرة في الزاوية القريبة الصعبة تماما على بابا مالك يسجم الثاني رشيد يسجم كرة حاضرة ناصر الناصر الله يا رصاصة الرحمة يا ناصر هي القاضية للخريطيات في ثالث الانتصارات قضي الأمر انتهت المباراة خلصة هنا الخطأ في الإبعاد هنا رشيد يا سناب شوف لما تهيأت أمام المساحة هوبا يا ناصر بابا مالك لم يتمكن من كرة ناصر الناصر الأخيرة ثالث الأهداف لمصلحة الصواعق ينهي من خلالها الخريطيات مسألة نقاط لمباراة خلصة مضيت انتهت ثلاثة صفر يتقدم بخلص نيات الآخر تقريبا دقيقتين متبا إلى الخلف فراهيمي وأنا حكم المباراة صافرة في ظل بقاء خمس دقائق فقط على نهاية المباراة خطأ لمصلحة الريال شوف التغط يا لاناس بارك ما يمر بأي طريقة شعار المصلال اللي راح أتواقف مع أحد لعبين ريال تسدد الكرة بولي الله عامت المربع جول أول لمصلحة الريال أخيرا الريال يوم لكن المتابعة كانت حاضرة من موفق عادل علوي كان هو في رقابة موفق لكن في اللقبة الماضية موفق ترك عادل بشكل أسرع وسجل الكرة من تحت حارس المرمح حاول المدافعون إيقاف تحرك وموفق لكن موفق ورينا من الدور التونسي أمام المدافعين كلاعبين ارتكاز من أبرز اللعبين والظلم ورقومة مع المصلال فرانكوم مع الريال من لعبة الكرة خطيرة صاح الريال عبد الرحمن الموفق عبر الجاة اليوم الموفق لعب الكرة فريدون الله ولا عبيع مصلال اللي خرجوا من أرضية الملعب استشعروا الخطر علي فريدون علي فريدون يسجل الانف الثالي بودلاء الري كما تحدثنا على نفس الحال بهذه الطريقة الغرفة سيستجل كيف ما ندري كيف ما ندري كيف ما ندري كيف ما ندري ركل الجلزان أم هي كرة خطأ نعم خطأ خطأ من مسافة قريبة جدا أعلى المرمى أهو من قبل اللعب علي محمد سقوط عم تكون باتجاه المرمى مباشرة سفيان سفيان تمرير أضي همام يا سلام يا سلام لعودة شخصية الفهود لمسة من همام وبعد ذلك جاد شالكوم جاد شالكوم يسجل خامل سهدافا من لمسة وحدة جاد شالكوم أعطى السر وكيفية عودة الفهود ثاني قاط من دهر ثلاثة نقاط من دهر إذا يحصل عليها نادي الغرف نادي أم صال ما عندها مشاكل على الامتصاد أو الخسار لكنها بخطارة خطارة خطارة الله يا سلام عداء القائد يقود هذه السفينة التي تخبطت في أكثر من مرم تريد أن تمشي في الطريق الصحيح وعثمان اليهر بالقدم اليمنم يحطها بالشكل الصحيح ويعلن عن التقدم للفهود من بدري من بدري من بدري الغرفة يستجل من بدري من الوهلة الأولى من عمري وحدة في هذا الشوط الثاني يفاجئ مصلاح الغرفة ضربت زاوية على يمين حرس المرمى سامي حبيب سعيد الحاج يتقدم كرة ملعوبة عالية داخل المنطقة الراسية إبراهيم الصادق حول من جريد تعود الفصة الراسية يهتدم الله على الجرح يا الله والله الثالث يهتدم بالغرفة في كرة رأسية عرضية حضرت بشكل جميل عن طريق أثمان اليهري اللي يسجل ويصنع القائد اللي يقود الغرفة بكرة عرضية بشكل ولا أجمل وراسية بشكل ولا أرواع رأسية كاملة الأوصاف أعلنت الوصول للفهود للهدف الثالث عن طريق سفيان هني سفيان ناهني لضربة زاوية على يسار حرس المرمى الكرة العموة العالية كوتية تراني أم لا تراني أنا الهدف لفاري ويسجل الرابع يهدف الفهود نعم الغرفة الزجل الرابع تونثان يضع هدف رابع هدف الحادي عشر في بطولة الدوري يرتقي عاليا فوق الجميع تراني أم لا تراني كل الأندية شاركت ونافست وروح المنافسة كانت حاضرة بشكل مميز في النهاية البطة الواحد هو الزعيم والأندي التي ستتاهل للأسيوية كما تحدثنا عنها كل التوفيق لا من خلال الموسم القادم التصويب عمرو سراج يحاول يوسف عبد الفتاح مرة أخرى الخامس 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 عن طريق عدل أقدام للمركز الرابع ويعلن التأهل للملحق الأسيوي في الموسم القادم الغرفة ينتفض وينفض الغبار أمام نادي أم تصويبة عدلان سكنت مرمى سامي حبيب وأعلنت التقدم للفهود مرة أخرى وخمسة مقابل واحد خمسة مقابل واحد يوسف افتاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة